سائل يقول أعمل تاجراً وأسافر إلى الصين وهم يأكلون لحوم الكلاب وأريد أن أعرف حكم أكلي لحم الكلاب أنت تسافر للصين صبتهم يأكلوا لحم الكلب أراك تسأل على لحم الكلب وغدوة تسافر إلى أوروبا تصيبهم يأكلوا لحم الخنزير واش الدير؟ تسأل على لحم الخنزير أنت إنسان مسلم والمسلم لا يأكل إلا حلالاً طيباً مشي حالال برك يكون طيب فهمتها؟ مشي حالال برك يكون طيب اسمع قال مالك في المرطة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعيل بن الخشاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذيناب من السباع حرام أكل كل ذيناب من السباع حرام قال مالك وهو الأمر عندنا المسلم لا يأكل لحم الكلاب المسلم لا يأكل لحم السباع فهمت؟ لا يأكل إلا حلالاً طيباً إذن أنت لا تأكل معهم كل الحلال إذا ما صبت للحم الحلال كل الحوت كل السبك كل حيوانة البحر حلال عليك فهمت أو لا فهمت؟ وعبي وفقك سلام